السلام عليكم جدا بتكشف المخطط الاحتلال للعرب كله الحقيقة وانا بجهز الحلقة دي لقيت ان الحلقة مليانة خبايا ونوايا شيطانية بتؤكد اننا فعلا في خطر كبير جدا ايه هو الموضوع خلينا نشوف مع بعض كده الحكاية ونرجع لورا لحد ما نوصل لحنا فيه اهلا بيكم في سنة 2005 طلع احد المؤرخين الامريكان يهودي اسمه برندر لويس وقال بالنص كده على العرب ان العرب والمسلمون قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن ان نجعلهم متحضرين واذا تركوا لانفسهم سيفاجؤون العالم المتحضر بموجات بشرية وارهابية تدمر الحضرات وقال كمان ان الحل معاهم انهم يعيدوا احتناننا كعرب او انهم يحطونا تحت سيادتهم وتدمير حضرتنا الدينية وتقسيم الاقتار العربية لوحدات وطواقف صغير وقال كمان ان مفيش داعي يرعو خواطرنا او مشاعرنا او حتى غضبنا وان امريكا لازم يبقى عندها شعار بيقول اما ان نضعهم تحت سيادتنا واما ان نتركهم تدمرونا حضرتنا ولو جينا ركزنا شوية كده في اللي بيحصل كده هتلاقي ان امريكا من اول ما بدت الحرب من يوم 7 اكتوبر والحد النهاردة وهي بتدعم اسرائيل بكل الطرق الممكنة يعني سلاح تبعت لها فلوس تبعت لها مساعدات تبعت لها وكل ده تحت مسمى انها ضد العمل الارهابي اللي عملته حماس وكل ده بهدف عودة السيطرة السياسية على المنطقة بس المشكلة يا صديقي مش في ان فلسطين بس لمستهدفة عشان لو رجعنا لنفس الراجل اياه اللي اسمه برندر كان ساعتها ناشر مخطط للمناطق اللي عاوزة تسيطر عليها امريكا واسرائيل وطبعا ما كانتش فلسطين المخطط كان على كل الدول العربية والاسلامية في الشرق الاوسط كله من مصر والمغرب وسوريا ولبنان والسودان وايران وتركيا وافغانستان وباكستان والخليج ودول المغرب بتخيل كل دول الشرق الاوسط دي بقى عاوز يحولهم يقسمهم لفرق وطواقف على اساس ديني او عرقي او حتى طائفية وفيه خرائق كتير جدا زي اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي واللي بتوضح الكلام اللي بقول حضراتكم والمفاجأة ان المخطط ده تم عرضه على لجنة الكونجرس الامريكي وتم القرار فعلا بس كده زي ما بيقولوا في المستخبي وزي ما بيقولوا عندنا كده في مصر من تحت لتحت من غير ما حد ايه خد باله وخد بقى الكبيرة عندك علشان تبقى الصورة كملت قدام عينك وفي زهنك فاكر يا عزيزي كده في مرة من مرات كنت حكيت لحضراتكم عن وثائق بتزبط تهجير الفلسطينيين لمصر تعال بقى خد مني الجديد علشان في وثيقة جديدة ظهرت على الوش كده وبقى تعال مكشوف هعرض لك صورتها على الشاشة قدامك وقدي الصورة قدام حضرتك والصورة دي طلعت انها بتوضح نوايا المخطط الصهيوني لما بعد حرب غزة الوثيقة انتشرت على قناة وكانت وزارة الاستخبارات الخارد دائلية واللي بتقول فيها بالعنوان العريض كده الحل للاجئين في غزة هو سيناء ويهجماعة دي وثيقة تم تأكدها من الحكومة إياها اللي أنا ما بحبش أذكر اسمها يعني الموضوع ما بقاش مجرد اقتراحات من تحت لتحت بيجسوا بيها نبضين والوثيقة كان فيها عدة نقاط النقطة الاولى انه حيتم تنفيذ عمليات اخلاق غزة وحيسمحوا بالعمليات البرية وده حصل بالفعل بس فشلوا في العملية دي زي ما بينت في الحلقة اللي فاتت ولو ما شفتهاش حضرتك ممكن ترجع ليها وما تكسلش ان انت تشوف الحلقات دي النقطة التانية عايزي المشاهد انهم حينفزوا عمليات برية متتابعة من شمال غزة لحد الجنوب والتالتة انهم حيسيبوا طرق فرفح مفتوح علشان يتمكن المدنيين من الهجرة والربعة والاخطر عايزي المشاهد انه حيتم انشاء مخيمات للاجئين في سناء وبعد كده هيعملوا لهم مساكن في مصر ودي كانت الصفحة الاولى وخلصت ومصر وقفت لهم اما بقى الصفحة التانية بتتكلم عن مرحلة ما بعد الحرب وبيقولوا شوية اختيارات كده عن مين حيستلم قطاع غزة حيسيبوهم للحكومة الفلسطينية ولا حيسيبوهم تحت حكم عرب والتالت بيقول انهم حيوطنوا الفلسطينيين في سيناء وطبعا اللي كلنا كنا متوقعين وحصل فعلا رغم انهم خرجوا من الاولى ونفوا اي نواية للتهجير الفلسطينيين من ارضهم بس الحقيقة كانت اتكشفت واحنا قريين الكلام ده واجهزة مصر قريين الكلام ده قوي والموضوع بقى عالن تماما بس يعني محدش فينا باستغرب او حتى مصدوم عايزي المشاهد عشان احنا من الاول كده عارفين اللي هم عايزينه والهدف من البلبلة وسفك الدماء ده كله مش بس حمس هدفهم اكبر من كده بكتير هدفهم هو مصر طبعا للأسف الشديد الاحداث في غزة مستمرة حتى هذه اللحظة الحالية ومصر تقرير مهم جدا عن سرقة اسرائيل للغاز العرب ازاي بيحصل ده ده اللي حصل ان اسرائيل طلعت 12 رخصة للتنقيب عن الذهب في منطقة البحر الابيض المتوسط وقريب مع الحدود المصرية واللبنانية واليونانية طب ايه علاقة ده بالحلقة بتاعتك يا عم حكيم هقولك ان ده ضمن الخطط الصهيونية بهم بقى عايزين كل حاجة ياخدوها لنفسهم وخر ده قيل عاوزة غاز وفكرة التنقيب عن الغاز اصلا بتبقى تحت سطح قاع البحر وبتبقى مش بشكل عمودي لا بتبقى بشكل متفرق هنا وهناك ولو جينا نفكر في النقطة دي حنلاقي ان كده اسرائيل بتستغل الازمة الاقتصادية اللي عاملاها عشان تسرق حقول الغاز لنفسها طب ايه علاقة حوار الغاز اللي طلعت قالت عليه دولة مصر وان الكهرباء هتقطع عندنا بساعات وهل اصلا حقيقي اننا بنستورد منهم بص يا عزيزي احنا عندنا غاز مصر بناخدو نصدارو كل اللي بيحصل اننا بناخد من دولة خردقيل كمية قليلة جدا من الغاز نشغل بيه بعض الحقول والكويس ان مصر على اول السنة هيكون فيها حقول جديدة هتدخل معانا وبكده مصر ساعتها مش هتحتاج غاز بتاعهم وخصوصا ان مصر قفلت الباب في وشهم وقالت لهم مفيش عندي غاز بعد ما وصلت الناقلات بتاعتهم محطة اتكو مصر وبررت موقفها بان اصلا ما عنديش ده انا بصدره برا اجيب منين ده حتى عندي ازمة كهرباء في البلد فيعني نقدر نلخص الموضوع ده في كلمتين ونقول ان اللي بتعمله مصر حاليا هو عبارة عن خطة اقتصادية علشان تعتمد على نفسها في الآخر تقرير مهم جدا انت دلوقتي دولتك بقى الدولة مستهدفة رفضة تحقق لهم مصالحهم اللي هم عايزينهم فيبدأوا يستخدموا معاك حرب من نوع تاني خالص شوية كده يقوموا الناس على بعض من خلال اللي جاء الاكترونية وشوية يبعتوا لك ارهابيين وشوية يحاولوا يخلوا المجتمع الدولي يضغط علينا وزي ما قلتلك ان فيه سياسات عدو عدوي صاحبي فكل الاطراف اللي مع الحكومة اياها كذبانا من اللي بيحصل عندك مثل امريكا حتموت وحتفتت المنطقة وتاخد خيراتها لها هي الكيان عاوز النيل للفراط ويحتلوا يعني كل حاجة جاية حتبقى صعبة جدا يمكن نواجه اقتصاد حرب ولو ما تعرفش يعني ايه اقتصاد حرب عايزي المشاهد دور كويس قوي هتعرف ان مش هتلاقي ساعتها ممكن علبة الكابريت تولع به بس اللي قدر اقوله ان قيادتنا الحكيمة صلبة وقوية وحتعرف تلاقي حلول مناسبة مع الناس دي وحتقدر تحمينا من الخطر اللي عمال يقرب لين بنقولش الكلام ده عشان نخوفك او نحبطك احنا بنقولك عشان تخلي بالك بلدك امانة فقالت يا جماعة لو وصلتوا لحد هنا تدعموا القناة لان احنا فعلا مش عارفين نكمل بسبب ان الفيديوهات مش بتوصل فياريت تعملوا اللايك وشير كتير جدا وتوصلوا الحلقة الاكبر عدد لايكات وفعلوا الجرس شانوصل لكم كل جديد دمتم بخير كان معاكم انا اخوكم احمد الحكيم وسلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة